نظر في النجوم يعتقد أن النجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية فإذا اعتقد أنها مؤثرة بذاته هذا الشرك أكبر اعتقد أنها سبب هذا الشرك أصغر ما علاقة هذه النجوم بالحوادث الأرضية وتجعلون رزقكم ما رزقكم الله تكذيبا حيث تنسبون النعمة إلى غير إلى النجوم وتشركون به وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لا أقسم بواقع النجوم هذا نجم مخلوق حتى ليس له اختيار الله سبحانه وتعالى وضع له هذا المكان كيف تجعله هو المنزل للمطر أصبح من عبادي مؤمن به وكافر بماذا؟ بنزول الغيث إذن النعمة ابتلا اختبار امتحاني ينقسم فيها الناس إلى مؤمن وكافر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر